ترجمة نانسي قنقر أعربات الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي سعادة الشيخة مرام بن تعيسى آل خليفة عن بالغ شكرها وتقديرها للمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد للتعاون والتكاتف لإنجاح الحملة الوطنية للتشجير في مرحلتها الأولى والتي جاءت استجابة لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في معالجة التحديات المناخية ودعم التوجهات البيئية وإبراز السمات الجمالية للمملكة واهتمامها بالزراعة كإرث تاريخي على مر الأزمنة والسعي نحو زيادة وتوسعة الرقعة الخضراء بمتابعة حثيثة من صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة اشتركوا في القناة